الدولة والوطن قبل القبيلة مصلحة القبيلة من مصلحة الوطن ومصلحة الوطن من مصلحة القبيلة ولن نصل لأهدافنا بالغوغائية وبمن هب ودب يمثل القبيلة ما علاقة الأرض بتسفيه الشيوخ ونعتيهم بالزايمر أرجو أن تنوأ هذه القبائل بنفسها عن مثل هذه اللقاءات السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرق المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سمت طويل تلافيا لكل تأويلات ومتابعة الأحداث ونظرا لما وصلت إليه القبيلة من تسرهم ومن خلافات وما لم نبتصل له طيلة تاريخها الطويل وتاريخ الأمجاد وتاريخ أمجاد صنعوه بتضحياتهم وإخلاصهم أصبحت في خلافات وفي مستوى من السفه والتنابز من أنقاب ما لم تصل إليه قط ولهذا أرتأيت أن أتدخل لأبين ولأؤكد بعض الأمور وليأضع بعض النقاط على الحروف التمثيلية الشرعية للقبيلة للشيوخ والأعيان والمتخبين ولجان الأرض الشيوخ عينتهم الدولة شيوخ تحديد الهوية وبقوا وسيبقون هم ممثلي قبائلهم على المستوى القبلي وهم لهم الدور في الحضور في كل ما يعني القبيلة أينما تواجدت الأعيان مجموعة من الشيوخ راكموا تجارب طيلة سنين وقدموا تضحيات مادية ومعنوية وساهموا في إصلاح ذات البين على فترة معينة هي التي سمحت لهم أن يكونوا أعيانا وهم الذين يتدخلون في كل ما يعني القبيلة من إصلاح ذات البين ومناقشة وغير ذلك داخل القبيلة وبين القبائل المنتخبون فئة انتخبهم ساكنة المنطقة عن صنادق الاختراع ومسؤوليتهم العمل على التنمية على تنمية جماعاتهم والنهوض بها وهم قائمون بذلك ويتجدد التأكيد لهم لتمديدهم أو إزالتهم في كل مرحلة انتخابية لكن أصبح دور لجان الأرض هامشيا وتدخلت لجنة الأطر وأصبحت هي التي تتحكم في لجان الأرض في الاتجاه الذي تريد وبالطريقة التي تريد وهذا باعترافهم باعتراف بعض لجان الأرض أنهم لم يستشاروا ولا يستشارون في بعض الأحيان حتى أصبح البعض يقول أنه يشكك على أن هناك من يشكك في وطنية لجان الأرض وطنية القبيلة لا جدال فيها ولا يشكك فيها ولن يشكك فيها حدل ووطنية هؤلاء المقاومين وهؤلاء المتقاعدين الذين أفلوا شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطر هؤلاء الذين ضحوا وأمضوا شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن في كل المراحل إن لم يكن هؤلاء وطنيين فليس هناك وطني ولم ولن يشكك في وطنيتهم أحد لكن ما تداوله البعض من عدم وطنية البعض ومن بعض الأبناء الذين لهم اتجاه وهم أحرار نحن لا نناقش قناعات أي واحد لكننا هنا في إقليم آس الزاك وفي قبائل إيتوسة في المغرب وطنيتنا لا تناقش وتعلقنا بأهداف العرش العلوي المجيد لا تناقش ولم يشكك فيها أحد ولنشكك فيها ومن المؤسف ما وصلنا إليه من السفة ومن الكلمات النابية التي لم يعرف لها مجتمعنا سبيلا طيلة فترة احترام الشيوخ كان واجبا على كل واحد لم نسمع ولم حتى هذه اللحظة وأصبح كل واحد يتهم الشيوخ بما يعجز اللسان عن قوله وبما يعجز أي سفيه في الشارع أن يتفوه به هل هكذا يمكن أن ندافع عن الأرض؟ هل هكذا يمكن أن ندافع عن الأفكار؟ لماذا لا نناقش الأفكار؟ يمكن أن لا نتفق كل له فكره كل له اتجاهه ولكن نناقش الفكر نناقش الفكرة لا نناقش لم نسمع قط أن أحدا ناقش تدخل أي كان بل ينتظر البعض أي تدخل للهجوم على أي كان ولهذا صمتنا مدة طويلة خوفا من هذا إذا كان المشكل مشكل الأرض فما هكذا ترد العبل؟ وليست بهذه الطريقة يمكن أن تحل الأرض فالدولة الدولة والوطن قبل القبيلة الدولة والوطن قبل القبيلة ومصلحة الوطن فوق مصلحة القبيلة ومصلحة القبيلة من مصلحة الوطن ومصلحة الوطن من مصلحة القبيلة وليس بهكذا يمكن أن نجد حلولا لما نحن فيه الآن على مدى خمسة واربعين سنة من ألف وتسعمية وتسعة وسبعين لليوم وأنا حاضرا في كل مجالات القبيلة لم ندرك قط أي شيء إلا بالنقاش وبالمحاورة مع السلطات مع السلطات إقليمية وجهوية ووطنية اللي يحجل عنه راه لا يلوي ذراع الدولة راه خاطئ اللي حاجل عنه لا يلوي ذراع الدولة راه خاطئ ويجب أن نجد مخرجا والمخرج لن يكون إلا عن طريق الحكماء والأطر الأكفياء النزهاء ذو النظرة البعيدة ولا غاية لهم في انتخابات بل موجودون في مناصب تكفيهم عن انتخابات وعن أي شيء دكاترة في الجامعات دكاترة أطر في جميع الإدارات والحمد لله فيا أبناءنا الأطر ويا دكاترة الأجلاء الدور عليكم ويا حكماء القبيلة الدور عليكم ويا لجان الأرض ويا مقاومين ويا أعضاء ويا قدماء الجيش الدور عليكم وأعني بالخصوص ساكنة أسر أبناء أيتوسة يتواجدون في كل مكان الحمد لله يتواجدون في كل مكان في المغرب وفي الخارج لكن بدلا أن نعمل على تنمية هذه القبيلة بهذه المشاكل بالعكس نقف حجر عثرة في تنمية أبلدتنا فبالاتحاد فبالاتحاد والاتحاد قوة يمكننا أن نصل لكل أهدافنا ولن نصل لأهدافنا بالغوغائية وبمن هب ودب يمثل القبيلة ويدعي أنه يمثل القبيلة ويدعي أن أغلبية القبيلة بل كلها معه ومن يدعي ذلك مالية شكون يدعي ذلك شكون يقول عنه وظريك هذا الزمن اللي احنا فيه يتقد يتحكم يكون في عائلته ويكون أسرته الصغيرة خلف مجتمع كامل خلف قبيلة آلاف البشر هذا ما يمكن فبلغ السيل الزبة بلغ السيل الزبة يا حكماء القبيلة ويا أطر القبيلة يجب أن نجلس جلسة واحدة ونصحح الطريق ونصحح المسار ما علاقة الأرض بتسفيه الشيوخ ونعتيهم بسهيمر ما علاقة الأرض بتسفيه المجتمع المدني المجتمع المدني في آسا هو الممثل هو اللي عنده الحق وهو اللي أكثر من الجميع أكثر من الجميع وما علاقة الأرض بسب العائلات ما علاقة الأرض بسب العائلات ما علاقة الأرض بكل هذا ما علاقة الأرض بكل هذا من له أهداف غير الأرض فليبحث عنها عن طرقها فمن كان يبحث عن حل للأرض فكما قلت فحل الأرض بلجنة حكماء فيها أعيان وفيها أطر أكفاء وحوار متصل بالسلطات الإقليمية والجهوية والوطنية وليس غير ذلك وإذ نشيد بوطنية كل القبائل الصحراوية ونرحب بها لكن نشير إلى أن هذا اللقاء لم يستشر فيه أعيان ولا شيوخ القبيلة ولا منتخبيها ولا سلطاتها ولا علاقة لهم به فإذن نرجو أن تنوأ هذه القبائل بنفسها عن مثل هذه اللقاءات ونرحب بها مرحبا وسهلا في لقائنا السنوي الذي منذ فترة طويلة ونحن نستقبل فيه كل القبائل بصدر الرحب وهو موسم الموليد النبوي الشريف وختاما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله بالصفة الرسمية كشيخ للقبيلة وبصفتي أنني عشت مع هذه القبيلة خمسة واربعين سنة في كل مراحلها من زيارة البعثة الملكية 1979 بعد الهجوم الغاشم على آسا ومرورا بكل المراحل وخاصة وفد 1986 للرباض ولا يفوتني الترحم على المرحوم الله مبارك الكوفين رحمه الله الذي استقبل مئة وعشرين رجل اثنين وخمسين ليلة في بيته رحمه الله واجعلها في بيته وبصفتي مرة أخرى كشيخ لتحديد الهوية مع الدكتور المحترم محمد صالح الثامك الإطار الإطار إطار الدولة المحترمة الذين كن له الذين اعتزوا به ونفتخروا به أصبح لازما علي أن أتدخل لأن من واجبي أن أواكب القبيلة في كل مواقعها وأتدخل بما استطعت لرأب الصدع ولهذا مرة أخرى أدعو كل من له غيرة صادقة بدون أهداف بدون أهداف أن يعمل من الآن على العمل على إخراج القبيلة من دوامة هذه الدوامة التي لا تشرف القبيلة وأرجو التغفيق من الله وأرجو الجميع أن يتفهم وأرجو أن مرة أخرى أن يكف السفهاء عن سفاهتهم والسلام عليكم ورحمة الله